عشان نحس بالرضا لازم اعرف بجد انا انا عايزة ايه وهيرتبط ليه وليه مش هيرتبط ازاي هيرتبط ليه وإيه الشروط بقى من عمر المنتصر كده شروط العلاقة النجحة شوفي انا بشوف انه في معيار اساسي علشان المشاكل اللي بقت كتيرة جدا تكاد تكون واحدة يعني ما تيجي تبصي على حالات الفشل او حالات لانك انت لازم تدرس بقى الدنيا دلوقتي قدامك الفشل بسبب ايه فتلاقي معظمها حاجات قريبة من بعض اولها الاختلاف اول اول شيء خالص الاختلاف وعشان كده انا بشوف انه اول معيار سواء كان راجل او ست هو معيار الاخلاق انت وعشان كده دايما كنا بنقول او زمان كانوا بيقولوا شوف حد شبهك ليه شبهك لانه او شبه تربيتك او شبه قصرتك او في نفس قريب قريب منك ليه لانه الاخلاق معيار هو اللي بتعيش معي شوفي احنا ممكن نختار في البداية بناء على الشكل لكن بعد مثلا اقول من ستة شهور لسنة يختفي الشكل صح وتظهر الطباع ويظهر الاخلاق فايا ما كنت اشوف ناس بعد الجواز اللي قاعد سبع سنين علشان بيحبها ويتجوزها شهرين تلاتة ومش قادر ليه ايه السبب اصل بتتعامل معي مش عارف ايه شوفنا نجمات العالم كله اللي هو فلانة يعني مش عايزة اقول اسمعهم بس ما يعني موجودين شاكيرا وجينيفر لوباز وأنجلينا جوليل اللي قالك أنجلينا بتتخان يا جدعان يعني هو شاكيرا وأنجلينا بيتخان وقصد يعني حتى النجمات اللي بالنسبة لنا احنا للشكل الايديال لا اي حياته ما كانتش نكحة ولا مستقرة سليم فالشكل فعلا مش مقياس لا وكمان ايه وكمان ده ده اللي انت بتريده ده يدعو الواحد لأنه يعرف لأنه الخيانة أو أنه العلاقة بوز ملوش اي علاقة بأن انت كويسة أو وحشة صح أو حلوة ولا مش حلوة بالضبط لأنه افضل واحلى بستاتة اللي في العالم اتخانوا بالضبط لأنه ملوش اي علاقة هو بعد الزواج مهما كان اللي قدامك مين وده ملوش انا مش بتكلم بقى على موضوع الخيانة انا بتكلم عمويا على المعاشرة على الشكل انا بس تديت مثال للشكل من الشكل ده مش كل حاجة لأنه بعد فترة بسيطة انت بتبدأ لو انت في يوم من الايام احتاجت من زوجتك شيء أو احتاجت او انت احتاجت من زوج شيء وخزلك مهما كان هو بقى جميل ولا مهما كان هو مش عارف عمل ازاي بورا البيت بيجرح خلاص انتهى الامر تتقفل منه وبدأت اشوفك بمنظر شخصيتك ايه مش بشكلك ايه شكل تمام وكل حاجة بس ده مش ده الاساس اللي انا هجاوز عليه الشكل احنا بنحتاج القبول اه لانه انت هتعيش يبقى لازم تكون قابل للي قدام بالزابت ومعايير القبول مش معيير الحلاوة معايير القبول لا انه ده معيير مختلف انت ممكن تقبل انسان واانسان تنفر منه تقول انا مش قادر اه بالزابت كده فده المعيير الاساسي يبقى معيير القبول لكن أنت قابلت تعالي بقى بص عندك اساسيات هو إنه أخلاق اللي قدامك ده عمل إزاي طب أكتشفها إزاي وهو أصلاً بيمثل عليها طالب الفترة أيوة البنات بتقع في الفخ ده كتير أكتشف إزاي أخلاقه وهو طول الوقت لطيف ورومانسي وهادي ومجامل واجتماعي ومعايف أي مشكلة من البداية قاعد 24 ساعة مستني أقوله تعالى العربية مثلاً عجل حصل في حي يعني طول الوقت متأهب لخدمتي أكتشف إزاي الوش اللي ما هو وراء التمثيل شوفي أنا أقولك على حاجة هو لازم كل بنت تكون عارفها فيه استوانة معروفة جداً جداً لأي واحدة في الدنيا لأنه ما دخل أي ست الاهتمام فاستوانة الاهتمام دي لما بتتحطى خلاص الموضوع بيه وعشان كده الستة أو البنت الوعية هي اللي بتعرف تفرق أول حاجة لا تنبهر لأنه أول ما يحصل انبهار تعمل رؤية وما تشوفش الحقيقة فلا تنبهر لأنه الاهتمام من الممكن أن يكون مش حقيقي وزائف لأنه أنا عايز أوصل للشيء فأنا هعمل كل اللي أقدر عليه على غير شخصيتي فإذا كنتي فهمة أنه الاهتمام ده هو اللي هيستمر معاك لا ده ملوش أي علاقة شيء للانبهار ما تشوفش الاهتمام بص على الشخصية اللي تظهر إمتى رقم واحد لما المدة ما تبقاش قصيرة رقم اثنين لما يبدأ اللي قدامك تشوف بقى الخناءات شكراً بقول الخناءات ده شيء صحي جداً جداً تتخنقه فيبان تتخنقه فيخرج عن المسك اللي لبسه يبدأ يبان صح لأنه الخناءات أحياناً بتكون فيها احترام فيها رقي فيها معاملة طيبة وبتأول علاقة وفيها طيبة يعني أنا بشوف خناءات بتلاقي فيه طيبة في المعاملة وحنية لكن وفيه خناءات تانية تلاقي الراجل بيهجر ويبقى جاحد وتيجي تكلمه وميرودش عليك ويعلمها عارف انت العقاب بالصمت اللي هو العقاب اللي هو أنا مش هرود عليك واسيبك شوي ده 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 اللي لازم البنات وستات تعرف ان ده مش حب حقيقي يعني القلبة دي وفي الخناءة بيبين اذا كان حنين ولا جاحد ولا حصة بزيادة ولا صليت اللسان ولا تتعامل معها ازاي انا بشوف انه فيه صفة مهمة جدا جدا وهي الفجر في الخصومة لان الفجر في الخصومة دي اذا في علاقة تفشل اي علاقة وتسيء الى الطرف الاخر بطريقة سيئة جدا لانه ودي على فكرة بتبقى في شخصيات من الصغر الفجر في الخصومة يعني ايه يعني احنا اتخنقنا الخناءة صغيرة كبيرة انا لحظة الخناءة انا نسيت كل اللي فات مهما كنت انت باني معايا وعمل رصيد كبير قوي لحظة الخناء انا الاول لحظة الخناءة حقي الاول هنا تعرف بقى الشخصية اللي قدامك وفيه واحد بيصون اه بيبقى انا عارف ان انا زعلان منك في شيء احنا في مشكلة لكن في الاول وفي الاخر احنا فيه فيه في الاساس فيه حاجات مبنية عندي ما بتروحش معاملتي هتفضل طيبة ولا جانس الفضل بينك بالضبط فمعاملتي لازم تفضل كويس عشان كده شوف الخصومة عاملة ازاي شوف لما انتو بتتخصموا بموضوع عاملة ازاي شوف فيه واحد بالنسباله لأ انا حقيه ويقعد بالاسبوع والاسبوعين وما يفرقش معايا وانت تقعد في حتة وانا عد في حتة وابعيش حياتي مبسوط ابدا ده الشخص الاناني اللي بالنسبالي ده اناني وجحد بصي انا هقولك على حاجة لطيفة الانانية دي صعب قوي احنا عندنا مشكلة في فهم القوة سواء كان في الرجالة او في السبتات فيه فرق كبير بين القوة والاسوأ لانه وعشان كده انا اذا كنا بنقول ايه الحاجات اللي اختار عليها الشريك حياتي انا شايف انه افضل صفة هي صفة القوة في الراجل يعني اذا كنتي عايزة تختاري افضل صفة الدوري عليها هي صفة القوة بس القوة الحقيقية القوة الحقيقية لان مش المنظر انه هو قوي او بيشخد او بيزعب ايه بقى القوة لما تيجي تبصي على راجل قوي اولا القوي عمره ما صوته بيعلى دايما الصوت لما بيعلى بيحس انت دايما لو فيه اتنين بيتخنقه اللي صوته اهدى بتحيس انه الحق معه واثق في نفس اه واثق في نفس اما صوته بيعلى مش عارفية طبعا انت صاحب حق ليه هتعلي صوتك اللي هو ما دول نظام قلب الترابيزة لو عالي صوته فيخوف الناس اللي قادة لانه هو عايز يقول اي حاجة وخلاص بالضبط فان كنا بنختار القوة رقم واحد والقوة يعني ايه يعني اول حاجة السيطرة على النفس فانا اعرف اللي قدامي قوي اولا لا لو بيسيطر على نفسه في كذا وقت في وقت الغضب في وقت القلق في وقت لما يحصل مشكلة يسيطر رقم واحد على نفسه دي اول معالم القوة الامر الاخر القوة تخلي الانسان عمره ميخون لانك لما تيجي تبصي على الخان او لما تيجي تبصي على اللي عمل حاجة غلط تلاقيه ضعف من شخصيته قدام مغريات اه يعني بيضعف يعني قدام نزواته وشهواته فده ضعيف مش قول بزفت حاجة اخرى البخل برضو ضعف لانه ضعف امام المال انا مش قادر انفقه على مراتي انا مش قادر اخلي بقى المال ما خليني ضعيف قدامه فعايزة بني ادم كريم بني ادم والبخل في المشاعر يعني انا شو تقسه حتى من الفلوس بالضبط يعني ممكن ست تتقبل انه ما يدهاش فلوس او يبقى بخيل شوية في الفلوس لكن ما يبقاش بخيل في المشاعر الست يعني بتتغزى وحياتها بتبقى احلى بالمشاعر وكلام الحدي وعشان كده انا بقولك من افضل الصفات في الدنيا هي الراجل القوي طيب فيه احنا بيختلط عنين الامر ما بين القوة والقصوة لانه بيتخيل الراجل انه هو النشافان هو ده القوة ابدا احنا دايما الراجل القوي لين مع اهل بيته لين مع اولاده لين مع امه ومع اخته طبيعة القوي لازم يبقى لين لانه القوي لا يحتاج فرض السيطرة او انه هو يظهر هذه القوة القوي هو عارف وصف نفسه بيتعامل بالمعروف وبالادب علشان هو قوي مش محتاج اظهار لانه فيه فر بين القوة وازهار القوة اه بتدعي بالزبط يعني اللي بيتدعي بس انا عايز اقولك على حاجة السوشال ميديا عمر بيخلي الراجل الخاين دايما متعدد العلاقات يعني اصد الصورة دي الصورة دي ممكن جسدها اعمال كتيرة جدا درامية انه في الاخر بنت بتتغش انه هو متعدد العلاقات دي بيبقى كله مليان امراض نفسية وفي نفس الوقت برضو يعني الصورة دي معكوسة من الناحة التانية ان القوة دايما يقولك ايه الراجل او ما بيجر طبط بوحدة يقول لها بصي خلبي لك انا لما بغضب او لما بنزعل عصبيتي انا ما بعرفش اتحكم في نفسي فهل انا اول ما راجل يقولك كلمتين دي انا بعرفش اتحكم في نفسي اخو بعضي وجري ولا اعملي بصي ان الانسان ما يعرفش يتحكم في نفسه في الغضب ده بني ادم لا يعشر اه قصب يتباهوا بيها في الاول ابدا ابدا وانا عصبيتي وانا كده ايه وانا ما ينفعش لانه انت بتقولي كده ان انا لا اأمن على نفسي وانا في بيتك لان انا مين معايا غيرك فان كنت طب انا هسألك سؤال ليه ربنا خلت طلاق كلمة ما كان ممكن يبقى امضى ما كان ممكن يبقى لازم تشهد عشر اشخاص ولا تجيب مش عارف ايه او تروح تمضي ورقة من فين ومن فين ومن فين ليه ربنا خلها كلمة طلعت من لسان وان لم تسجل فهي سجلت امام الله ليه عشان ربنا يعرف الراجل ان لم تكن قوي في السيطرة على نفسك وانك تمسك لسانك انت مش قوي وكمان تتئذي انت مش هي اللي تتئذي انك لو انت ممسكتش لسانك مرة واثنين وثلاثة هتخسر بيت ده انت يا ريد انت عشان تتجوزها لازم ترجعت هي تتجوز واحد غيرك فانت اللي تتئذي صح فعشان كده ربنا بيعلمك انت كراجل انك تكون قوي في السيطرة على نفسك تيجي انت تقول انا ما سيطرش على نفسي يبقى كلمة الطلاق امسكة انا اضمن كزوجة اضمن زين انت مش تقول هالي اضمن زين اذا خارجت عن شعورك ما تحدفنيش بحاجة ما انا تحت ايدك وسبحان الله فعلا ربنا خلى العيس ما في ايد الراجل يعني القوامة بقى في ايد الراجل لانه هو فعلا مفهود انه هو اللي بقى اعقل واقوى التحكم بالزبط وعشان كده سواء في راجل او في ست انا لا اقبل اصدنا المتعصب ما بشوش قدامي وده للأسف شخصيتي ابدا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ان كنت تريد ان تكون حليما تستطيع لكن لازم ممارسة لازم اعرف ان العصبية غلط لازم اعرف ان الغضب بيخلي الانسان يتعامي ويبقى زيه زي الحيوان ما عرفش يسيطر على غرسته ما عرفش يسيطر على افكاره يتعامي البلوك كده على العقل ويبدأ الكلام اللي بيخرج كلام مش عارف هو ايه